لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني يمسيك لا تتذكر سلام على من يشكر نحتاج المبشور الساحة و عصير برتقال نذهب للمرحلة الثانية و نضيف حجم كبير بزاف صغير ثم إلا كان حجم كبير زروا حبة فقط نضيف حجم الملح و كاس غير بوع انتع السكر كما رأيكم تشوفوا هنا للتسريع العملية سنخدم بالباطر انتوما اللي بغا تتخلط بالفوي عادي تخدم بالفوي المهم نخلطها من اللحم اللي حتى نشوف هدا كل السكر ندامج لغاية مع البيض و ما يبقاش يبانلنا هداك السكر مع البيض هذي كمرحلة أولى باش نجاح لكم هاد القاتو تاليوم هذي كما رأيكم تشوفوا نبقى نخلط ملح ملح تندوه بقا حدك السكر مباشرة بعد ما نحسوا بلي السكر سعنا داب نروح نجيب اه هذي كما رأيكم تشوفوا عندي المبشور تاع البرتقال اللي خدمت بيه رايح انضيفوا يعطينا واحد النكهة اللي بنات تتقوني روعة روعة و عندي نص كاس انتع الزيت الزيت اللي بنات قعدوا تزيدو فيها على دفعات ما تزيدوش دربة واحدة قعدوا تزيدو بشوية و تخلطو في نفس الوقت هنيا نفس العملية اللي بنات كيتخدموه بالباطع ولا بالفوية تعطيكم نفس النتيجة انا برك باش نسرع العملية هنيا غادي نبقى نخلط ملح بعد ما دمجت هذيك الزيت غاية رايح انزيد هذيك الكمية اللي هي ربع كاس انتع عصير برتقال ما نضيفوه حتى حاجة لبنات رايح انضيفوه مباشرة و نبقى نخلط هنيا بعد ما راني دمجتهم رايح انزيد اثنين ملاعق كبيرة انتع جوز الهند اللي هي نوات كوكو خدمو بهذا الرقيق لبنات يعطيكم واحد النكهة خاصة لعشق البرتقال و جوز الهند هذي الوصفة اروعة هنيا عندي لااروم انتع تشينه ولا البرتقال هنيا اللي بغى تزيدها تزيدها اللي بغى تستغنيعليها تستغني انا ضفتها فقط بشتطيلي هذيك اللون البرتقالي انتع البرتقال وفي نفس الوقت تعتيني هذيك النكهة هنيا اللي بغى تستغنيعليها ولا مكانش متوفر ممكن تعودوا بالقليل من الملون البرتقالي هادي هي ونفس الشي نخلط من الحملة هنا بعد ما دمجتهم كامل كما راكم نشوفو دروك موباشرة راح نقلعو هاد الباطيخ تعنا ونروحو نجيبو الفارينة اللي غادي نضيفوها غير بالتدريش اهم حاجة في الحلوة تعنا هذي انه الفارينة اللي بنات مزيتوهاش على الضربة ولازم نغربلوها كيما دايما نقول لكم اهنايا عندي واحدة اللي في غشي ميك اللي فيها عشر قرامات راح نبدأ نغرب الفارينة ونجمع فيها هنايا نبقو نجمعو غير بشوية ما تزيدوش الفارينة على ضربة باش ما يبسلكمش اللابات وما تجيكمش الحلوة لتاحكم مشقة هذا هو السر تاحه المهم اللي بنات راح نبدأ غير باصابع اليد التاعي نبدأ ندمج في هديك الفارينة باش نجمع العجين التاعي طريقة ساهلة لبنات هنايا بالنسبة للجوز الهند اللي ما بغتش تضيفه عادي ممكن انها تستغني عليه لكن يعطيكم واحدة البنة اروعة صدقوني هنايا قعدت نزيد في الفارينة غير بشوية ونجمع هنا تعمت اني نخلي لكم الفيديو هكا للمبتديات لانو الفارينة اللي يزدناها على الضربة اللابات تنشفلنا وما تجيناش ملي حلقات بتاعنا وهنايا نبدأ نجمع حتى نتحصلوا على القوام هادا اللي رقم توفو فيه هنا العجينة تقعد لكم مطرية وفي نفس الوقت تتلملكم وش راح نديل اللبنات غدي نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها من عشرة حتى الخمس تحشين دقيقة ترتاح وبعدها نشكلوها مع بعض هنا يا حبوباتي كما راكم توفو بعد ما خليتها ارتحت لي تقريبا 15 دقيقة وش راح جبت؟ راح جبت البلا اللي غدي ندير فيه القاتو تاعي وهنا عندي هذا التبصير اني يدير فيه السيوكري غلاس اللي هو السقور الناعم وهنا لبنات عندي كمية قليلة ما يقارب تلص مغارف كبار انت عاصير انت على البرتقال كنت خليته ومقبل اللي ما عندهاش ولا اللي ما تبغيش اصلا ذوق البرتقال ممكن في هاد الوصفات تستغني على البرتقال ولا عاصير البرتقال وتعوضيه بمزهر احتى فلابات ديلي مزهر عوض من انك ديلي هادك الرباكيس انتع عاصير البرتقال هذي فقط كملاحظة هنا وش دور هاد العاصير تاع البرتقال هو اللي غدي خلينا نتحكمه ملح في العجينة لانوار هطرية بزاف وفي نفس الوقت غدي عززنا هذك الدوق انتع البرتقال وغدي خلي هذك السكر يلسق النامليح في الحلواء ان شاء الله هتكونوا فهمتوني هنا مباشرة كنت ديجا في هاد الوقت درت الفرن تاعي لازم تديروه تخلو يسخن جيدا هنا كما راكم نشوفو نبقو نزيدو في السيكخي غلاس غير بشوية حتى نحسو هذيك الحبة تاعنا كامل تغلي الفتناء بالسكر النائم طريقة ساهلة وبسيطة وبالنسبة لبنات هنية حجم الحبة كل واحدة وتخدم كما بغت اللي بغت تدير الميزة وتدير كل الحبة فيها 30 غام ممكن واللي بغت تخدم معه شوائيا عادي جدا المهم لبنات هاد القاتو هذا كي اللي يديرو حبة يجو كبار وكي اللي بغوا الحبات يجو اصغار الطريقة سهلة كما راكم تشوفو عاودت لكم حبة هكا بش تفهموني غاية ديري يديك في العصير تاع البورتوقال قلعي كمية انتحدة كالعجين وروليهم لحم لحتة تحصل على ضائرة ايسي هنية تبسطيها شوية فقط في الوسط ما تبسطوهاش بزاف اللي بنات لانو رانا دايلين فيها وحدة على ليفرشي ميك وغادي تنتفخنا على هادي ايسيو تديرو الحبة شوية صغار وفي نفس الوقت ما تبسطوهمش بزاف ديروهم دوائر بهذا الشكل هنه وش راح ندير راح نكمل قاعدة الكمية اللي راح عندي وغادي انطفي الفرن تاعي ونشعل عليه ملفوق فقط هنه لابنت اهم حاجة في هاد القاطو باش يتشقق لكم بالنسبة لابنت اللي يبغوا هاد النوع من القاطو يجيهم شقق انك تشعلي له المرة الاولى ملفوق تشعلي له ملفوق بارك خليه غير تشوفيه تشقق لك تطفي عليه ومبعدها تشعليه من تحته وتخليه كما نقولو يدي هادك اللون الذهبي من تحت والحبة تاعكم لا تطيب لكم ولا ارواح هادي بالنسبة لطريقة الطهية تاعه انا غادي نكمل قاعدة الكمية نطيبها هنه حبوباتي كاميرا كما تشوفو بعد مراني طيبت هديك الكمية كامل اللي كانت عندي قلت لكم شعلت لها ملفوق لازم كي تشعلي الفرن تاعك ملفوق تحطي البلاقاع من تحته هاكا باش مي كما نقولو حنا ما يسهد لكم شو لقاطو وما يجيكم شو حمار قاع ملفوقه كما تشوفو بقى محافظة على اللون تاعه وجا مشقق جا ولا ارواح طريقة س اهلا لابنات فقط جيبي حبة تاع بورتوقال وانتي خدمتي قاطو بزاف بزاف ابنين وشفتوه مو كونات جد جد بسيطة ننصحكم انكم تجربوه خاصة واحد الريحة لابنات استخدوكي قاعدة طيب تشمو هاديك الرائحة تاع البورتوقال ولا ارواح والذوق تاع هاديك المازيج تاع النواة كوكو مع البورتوقال ما نحكي لكمش بناء ولا ارواح وهنايا كما لكم تشوفو حتى هاديك اللاروم اللي زدناه انتاع البرتوقال عطاها هاديك اللون جيب الزي بزاف بزاف رائعة لابنات نتمنى انكم تجربو هاد الوصفه لانه فعلا تستحق التجربة وكيما شفتو حبوباتي فقط بحبة انتاع بورتوقال درنا هاد الحلوه وتقطع كمية كبيرة لابنات كيما شتو انا قطعتلي تقريبا 36 حبة وحبة ما شاء الله الى هنا حبوباتي مقالي غير استودعكم الله نقول لكم اللي يعجب هالا فيديو ومعليها غير تكتر لي لجامة بارتاجيها مع احبابياتها مع العيلة هكا بشتعم الفائدة على الجميع ودايما تحمسوني نجيب لكم غير جديد مقالي غير استودعكم الله الى فيديو اخر السلام